اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الحديث عن معسقر الاهلي في جنوب افريقيا تحديدا في جوانسبرج استعدادة لمواجهة ساندونز فريد نادي الاهلي سافر بالامس ووصل صباح اليوم فبالتالي في كواليس مهمة جدا لذلك اطير مباشرة الى جوانسبرج في جنوب افريقيا مع الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الاهلي اللي متواجد بالتأكيد مع بعسة الفريق وصل صباح اليوم وعنده كواليس كثيرة ومهمة عن مباراة ساندونز مساء الخير يا فاروق حمد الله على السلامة وإليك الميكروفون بقى أقول لكل التفاصيل الخاصة بصفر الفريق والاستعداد لمباراة ساندونز طبعا كل التحية لك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابع شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان وبإذن الله يعني تكون سفرية موفقة لفريق النادي الاهلي ويكون اللعبين يعني في يومهم ان شاء الله وانحق انتصار على فريق ساندونز في هذا اللقاء محمد رحلة طيران استغرقت أكثر من عشر ساعات طبعا عقب الفوز على فريق بيرامدز بسولاسية كبيرة اللي أطفت مزيد من ارتفاع الروح المعنوية والسعادة عند لعاب النادي الاهلي لكن زمان تعرف يا محمد يعني خلاص تعودنا على شخصية لعاب النادي الاهلي الانتصار والفرحة كانت خلال يعني غرف خلع الملابس ثم لدى وصول اللعبين إلى مطار القاهرة خلاص في هدف تاني في طموح تاني في مهمة تانية تعارف بتطلع من تحدي التحدي من طموح لطموح هو ده الطموح بتاع العادة النادي الاهلي الطموح يبقى عندك بطولة عندك منافسة عندك تحدي جديد هو ده اللي بيصير عليه لعاب النادي الاهلي طبعا كان لوصول اللعب النادي الاهلي إلى مطار القاهرة بالأمس طبعا فيه البيعثة اللي بييرقص الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي طبعا وبرفقتها لكل كابتن الأستاذ طارق أنديل لكابتن حسام غالي خليني أقولك أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي من وصول اللعبين لمطار القاهرة حريص على الاتصال بالأستاذ دكتور محمد شوقي ومتابعة كافة التفاصيل وكافة الأمور اللي اطمنان على بعثة النادي الأهلي طبعاً زي ما قلنا محمد رحلة طيران استغرقت أكثر من عشر ساعات كان وصلنا إلى مطار جوانيس بيرجي في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً بتوقيت جنوب أفريقيا اللي هو يا محمد نفسي توقيت القاهرة يعني التوقيت بالزبط يعني الواحد ما بين القاهرة أيضاً وجوانيس بيرج يعني لدى وصلنا للمطار كانت الأمطار بغزارة في استقبال فريق النادي الأهلي إن شاء الله تكون بشرة خير للنادي الأهلي كانت الأمطار وكانت يعني سقوط أو هطول الأمطار اليوم خلال الفترة الماضية ما كانش في سقوط أمطار كان سقوط الأمطار اليوم أيضاً كان توفد عدد كبير جداً من وسائل الصحافة والإعلام بجنوب أفريقيا طبعاً للاحتفال أو الاستقبال للنادي الأهلي وأيضاً الحديث عن تجديد عقد مستر بيتسو موسيماني اهتمام بالغ من الوسائل الإعلام هنا في جنوب أفريقيا بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني ومواجهة الأهلي مع ساندونز كتير من المواقع يتكلم على أن خلاص مواجهة بقت معتادة في دوري أبطال لأفريقيا أيضاً كان في استقبال بعثة فريق للنادي الأهلي سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا أستاذ أحمد الفضلي سفير جمهورية مصر العربية أيضاً والأستاذ كريم الخشاب سكرتير السفارة اللي كانوا حرصين على إنهاء كافة الإجراءات طبعاً على الكابتن سامير عدلي كابتن سيد عبد الحفيز ثم التحرك محمد من المطار جوانيس بيرج إلى المقر قامة فريق للنادي الأهلي اللي بيبعد عن المطار يعني بخمسة وثلاثين دقيقة سريعاً طبعاً كان الدوري الكبير جداً يكون بير كابتن سامير عدلي مع الكابتن سيد عبد الحفيز سريعاً كان تم إنهاء كافة الأمور صعد اللعبين إلى الغرف طبعاً مستر بيتسو موسيماني خلينا أقولك لأكثر من شقه بنتكلم عليهم نفضل أن يكون فيه راحة للعبين لكن يا محمد وإحنا موجودين مع اللعبين على الطائرة كان جلسات الاستشفاء وأجهزة الاستشفاء الموجودة مع اللعبين على الطائرة أمور كتير جداً مهمة من اللعبين في العمليات الاستشفاء والريكوفر اللي طبعاً الدكتور أحمد أبو عابلة يعني خلال العشر ساعات عمال يتابع اللعبين في كافة الأمور ودي طبعاً شخصية لعبة النادي الآلي طبعاً اليوم كان راحة من التدريبات اكتفاء بس بعض التدريبات في الجيم تدريبات خفيفة لبعض اللعبين من الأمور المهمة برضو محمد وإحنا بنستعرف برضو كواليس الصفر كان روجر المدرب المساعد لي مستر كيروش كان حريص أنه يكون موجود معنا على الطائرة المتجهة إلى جونيس بيرج ومن المنتظر أنه يكون موجود إن شاء الله يتفرق ويتابع المباراة مباراة الآلي وساندونز اللي تقام على ملعب سوكر سيتي يوم السبت القادم في تمام الساعة الثالثة كان لها حديث معا نتكلم على اللعبين نتكلم على مباراة مصر والسنغال standout و acted صعب جدا لكن إن شاء الله عندنا ثقة في اللعبين تطرنا طبعا للمباراة الآل وبرميدس وإشاب لعب النادي الآلي ومستوى لعب النادي الآلي وأشاب بمستر بيتس ومسيما courtesy أيضا ανتكلم عن إمكانية أمور خاصة لقناة ناهة الآلي محمد يتكلم على مستوع محمد ذاني وأشاب مستوع محمد هاني ومحمد مجد آفشا وقال إن كثير يقدر خلال إذا الداخل للجاز الفني إن شاء الله لا يستدعاء محمد ذانو محمد مجد آفشا ليه مبرتي السنغال ليه المنتخب المصري أمور كلها محمد تقدر تقول بتصير على أكثر من شكل أكثر من رائع طبعا أنت تمام يا محمد أمور أكثر بتصير بشكل أكثر من رائع فاروق عايز سألك على نقطة مهمة جدا فيه أمطار وكل حاجة والجو كويس بس في رتوبة ولا ما فيش رتوبة دي جزئية الجزئية التانية هسألك على محمد هاني إن بلع خرج ونزل كريم فؤاد بسبب إصابة والجهاز الفني فضل يريحه طمين على صابة هاني يلحق إن شاء الله ماتش سانداونز ولا إيه التشخيص بالنسبة لدكتور أحمد أبو عبل خلينا أقولك أن الدكتور أحمد أبو عبل بالفعل طميننا للفحص المبدئي أو التشخيص المبدئي ليه محمد هاني مطمئن بنسبة كبيرة جدا ونسب لحقه بالمباراة سانداونز إن شاء الله كبيرة يكون موجود في اللقاء لكن هيتم إجراء شعة صنار ليه محمد هاني اليوم إن شاء الله يعني على إثرة هيتم تحديد نواية ينضم للتدريبات غدا بمشيط الله طبعا اللي يكون أولى تدريبات النادي الأهلي على ملعب كايزر تشيفز النادي الأهلي هيقدت تدريبين على ملعب كايزر تشيفز الخميس يوم الأربع ويوم الخميس ويوم الجمعة يكون التدريب الوحيد على ملعب سوكر سيتي وخلينا أقولك محمد دقطة مهمة جدا إن نادي سانداونزي تلقى موافقة كتابية من الاتحاد الأفريقي بالموافقة على حضور 10% من ساعة الإستاد سوكر سيتي من ساعة الإستاد لحضور الجماهير للقاء نسبة الرطوبة محمد ليه تقدر تقول ممتازة جدا يعني نسبة الرطوبة مش عالية جدا منخفضة جدا لنسبة الرطوبة لكن يا محمد تعرف أن الطاقس طبعا في جنوب أفريقيا متغيرت الأربع فصول متوع السنة نحن حاليا في جنوب أفريقيا أمطار بس ده فصل الصيف زمان تعرف يا محمد في جنوب أفريقيا ولكن الأمور متغيرة من المنتظر أن درجات الحرارة هترتفع غدا بمشيئة الله إن شاء الله يا محمد التديب الأول للنادي الآلي غدا سيكون في تمام الساعة الثالثة عصرا أنا موجود معك يا محمد لو في أي استفسار أو أي تساؤل طيب روجر ديسان تكلمتني وقلت لي أنه هو مسافر مع الفريق عشان يتابع المباراة الفكرة أن المدرب العام لمنتخبنا الوطني مسافر يحضر المباراة من أرض الملعب هي البلفال يا محمد هو طبعا حصل على أجازة خلال هذا الوقت لكن استغلها أنه يكون موجود في المباراة ليه بعض الأمور بالتنسيم مع مستر كيروش أنه عايز يتابع بعض اللعبين يتفرج على المباراة من الأرض الملعب وديه كان من النقاط المهمة جدا طبعا بتكليف أنه يكون موجود في المباراة أنه يتابع يتفرج على بعض اللعبين في النادي الآلي طبعا أنت خلاص فيه لعبة أو مجموعة أنت خلاص اتطمنت أنها تكون موجودة مع المنتخب المصري زي ما اتكلمنا محمد أهلين محمد محمد هاني ومحمد مجد أفشا كلام كتير جدا مهم جدا أنهما إن شاء الله يكونوا موجودين مع المنتخب المصري مستر روجر مبسوط بالأجواء طبعا في مصر وطبعا استعرضت مع ذكرياته ليه في مباراة الآلي وأورلاندو طبعا كان المدير الفني لمواليه فريق أورلاندو بايرتس طبعا خلينا أقولك برضو أن الفندق اللي احنا موجودين فيه يا محمد ده كان من آخر مرة النادي الآلي أقام في هذا الفندق في 2013 في نسخة النادي الآلي حصل فيها على المباراة اللي التقى فيها مع أورلاندو بايرتس وحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا تقدر تقول يا محمد الأمور إن شاء الله وهي الأمور مميزة إن شاء الله نكلل بالانتصار في هذه المباراة بإذن الله بإذن الله الزميل العزيزة فاروق صلاح مفد قناة الأهل في جوانس بارج مقيم ومتواجد بشكل دائم مع فريق النادي الأهل لمتابعة كل الأخبار والكواليس قبل مباراة سانداونز يوم السبت القادم شكرا جزيلا يا فاروق وكل التوفيق ليك ولأفراد البعثة وإن شاء الله لأهل يقدم مباراة كبيرة أمام سانداونز اللي يتحدد بشكل رسمي حضور عدد محدد من الجماهير هو العدد يعني من نسبة 10% بالضبط بنتكلم من 5000 إلى 10000 متفارج ببعض الإجراءات الاحترازية في مباراة السبت أمام سانداونز أخرج لفاصل وبعض الفاصل نرجع مع بعض وعندنا التفاصيل لسه في تريند الأهلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا